السلام عليكم متابعين منصة انجاح بهاي الورشة الجديدة اللي عنوانها Introduction to Petroleum Engineering مدخل الى هندسة النفط طبعا وياكم وحدثكم المهندس علي حسين جميل من جامعة البصرة للنفط والغاز قسمي طبعا هو هندس النفط ليش اختاريت هذا الموضوع بالضبط؟ مثل ما تعرفون بلدنا العراق وهو بلد نفطي بامتياز وموازنته تحتمت تقريبا 90% على تصدير النفط وبالتالي لازم نعرفه شوي عن المعلومات و النفط بشكل عام صار بكل تفاصيل حياتنا تقريبا من غاز الطبخ الى بنزين السيارات الى البلاستيك الى وقود الطائرات وغيرها 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 ودائما ما نسمع اسعار النفط انفضت اسعار النفط ارتفعت هذا كلبيرن حفار هذا الاكوفيلد جديد يعني اكو حق الجديد و هاي كل المعلومات اللي لا دائما نسمعها على وسائل الاعلام فبالتالي حلو انه الواحد يكون عنده معرفة ولو بسيطة عن النفط واصلة وتكونه وكل هاي المعلومات اللي راح نجيلها ان شاء الله على مدة محاضرتين خلينا نعرف بالبداية المواضيع اللي راح نتلاول راح نتناولها بهاي الفيديوهات طبعا حبيت انه اسوي الفيديوهات على شكل المحاضرتين على ما تكون واضحة اول شغلتي راح نناقشهم وهما القواعد او اساسيات النفط تمام مختصر تاريخي عن النفط لان مثل ما تعرفون انه الحضارات السابقة سامعين انه مثلا البابليين استخدموا النفط زين شلون وصل لهم هذا النفط يا ترى حفروا مستحيل يعني مثل ما تعرفون النفط يوجد تحت سطح الارض و اعماق عالية يعني بالكيلومترات فشلون وصل لهم هذا الشيء اكيد وصل لهم عن طريق تسرب نصير شقوق راح نجي لها ان شاء الله من نخلص راح ننتقل بعدها الى شغلتين او الشغلة الاولى هي اقسام او مراحل لحد ما يوصل النفط من نستخرجه من باطل الارض لحد ما يوصل لبيوتنا او يوصل الى محطات مثلا محطات البانزين هاي اقسم الى 3 مراحل المرحلة الاولى اللي هي مرحلة الاستكشاف بالبداية الاستكشاف والحفر يعني شون اعرف انه مثلا بمنطقة الف اكون نفط بمنطقة با ما اكون نفط فاحفره بمنطقة مثلا الف هاي الهاء يعني طرق خاصة راح نجي لهم يعني موش تفصيل ولكن حتى نعرفها زين المرحلة الوسطة او المتستريم هاي المرحلة تشمل انه نقل نقل النفط انه انا اوكي استخرجت من باطل الارض وانا ودي طبعا انتم كلكم شايفيني الانابيب يعني منتشرة بالعراق بشكل كبير يعني شايفها جوز حتى مو صورة جوز شايفها حتى يعني نظر هاي مرحلة المنستريم المرحلة الثالثة اللي هي الداونستريم اللي راح نجي لها بالاخير هي المرحلة اللي بيها تصفير وبيها فصل يعني انه استخرج كل شغلة من النفط لان النفط هو مكون مركبات عدة ومركبات كثيرة فاحتاج انه افصلها على مودة استخدم كل مركب وين بالمكان المناسب طبعا انتم سامعين بالمصافي اللي موجودة بالعراق مصفة الشعيبة اللي موجودة بالبصرة مصفة كربلا اللي هو قيد الانجاز مثلا مصفة بيجي العملاق اللي موجودة محافظة صلاح الدين ومصفة الدورة القديم وغيرها من المصافي هذا بالنسبة لهذا السكشن بالنسبة للسكشن اللي بعده اللي حاب يدخل هندسة نفط راح نتعلم شنو هي المواد اللي راح يدرسها بشكل عام وكذلك راح نحكي عن اهم حقول اللي موجودة بالعراق وساعاتها وشغلة تنتج ان شاء الله يكون المحاضرة خفيفة وسهلة عليكم ما راح نطيب المعلومات ولكن الاهم شيء الاساسيات بعد انه شوي حيشينا خلنتعرف على هذا المهندس خلني نطيب اسم الحجي خنسميه حجي لطيف هذا حجي لطيف وهو مهندس قديم بالنفط تمام فراح يرافقنا بكل راحلتنا حتى تكون رحلة مسلية وممتعة بالبداية قبل كل شيء نعرف انه من نريد نعرف مادة لازم نعرف تركيبها الكيميائي ومثل ما تعلمنا انه التركيب الكيميائي للمواد راح ينطيها الخصائص المختلفة لذلك النفط كأي مادة من المواد لها تركيب كيميائي اللي ميز النفط انه هو مركب عضوي واحنا نعرف شنه تعريف المركب العضوي المركب العضوي هو المركب اللي يكون تركيب الاساسي مكون من عنصري الكاربون والهايدروجي اذا من تسمع نفط ذكر دائم ذكر لي الكاربون والهايدروجي ليش الكاربون والهايدروجي؟ مثل ما نعرف انه الكاربون هو عنصر كيميائي عدد الذر يمالته؟ العدد الذر يمالته ستة اوكي؟ والهايدروجي عدد الذر يمالته واحد من اجي ارسم ذرة الكاربون؟ مثل ما تعرفون هنا الذرة هنا انا نيترونات والبروتونات واجي ارسم مستويات الطاقة كنا ستة يعني انها همة ستة الكترونات تمام؟ كيف امثل هذه الستة الكترونات؟ من المستوى الطاقة الاول سيكون الكترونات؟ بقنا اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة اثن هنا الذرة او الغلاف الاخير غير مشبع فلازم يشبع بشنو؟ بأربعة الكترونات تمام؟ زيان هاي الأربعة الكترونات راح تكون راح تكون اواصر تساهمية اثن الكاربون ما راح يكون عناصر او ايونات لا راح يكون شنو؟ راح يكون مركبات تساهمية لا يمكن يكون هايدروجين ولكن هايدروجين تعرفون انه إلي الكترونات واحد فراح يشبع بسرعة تمام؟ اذا هاي بابسط يعني بابسط الحالات زيان نجي شنو هو الكرود اويل؟ هسا أنا بالمقدمة احط بتروليوم زيان ليش احط بتروليوم؟ ليش ما احط اويل؟ طبعا هوا مصطلحين الفرق بيناتهم جدا بسيط خلي نجي لهم الاويل شو هنا من تعريفه شنو قال لك؟ يقول لك هو هو organic liquid يعني هو سائل عضوي اذا من تسمع اويل اعرف انه بتطور السائل اوكي؟ اويل هو الطور السائل وين يوجد اكيد تحت سطح الارض زيان مكون من آلاف العناصر من آلاف المركبات المختلفة من الكاربون والهايدروجين لان مثل ما تعرفون يعني مثلا درتي ان كاربون راح تكونني مركب يختلف اذا اكو فقط ذرة كاربون والهايدروجينات اربع ذرات راح تكونني مركب يختلف يختلف بخصائصة يختلف بكل شيء ولكن المركب الأساسي او اللبنة الأساسي هي منتشابه واضحة اذا هو يتألف لي من آلاف العناصر بعد ونسميه هايدروكاربون اذا ما دام عندي كاربون والهايدروجين راح نسمي هايدروكاربون فقط كاربون والهايدروجين لا مرات انت تسمع يعني انه النفط مثلا ممكن يكون بأكسجين ممكن يكون بكبريت والكبريت يعني هو فتشي مهم انه نسبته بالنفط اشقد نعرفها ودائما انفضل انه تكون قليلة اكيد يعني هاي المركبات راح تفقد شيء من سعر النفط وخاصة الكبريت حق الكاركوك بالعراق حقو الكاركوك تتميز انه بيها نسبة كبريت عالية يعني تعرفون انه كاركوك قريبة على الشرقات منطقة الشرقات بصلاح الدين ومنطقة الشرقات اصلا يعني بيها مناجم يعني للكبريت فهاي المنطقة اللي تكون هنا تقريبا بالمنطقة المتموجة بالعراق يكون النفط بي كبريت نسبة عالية من الكبريت وهي سبب لي مشاكل نجيلها بالأخيرة اذا هسا هذا هو الاويل عرفنا شلو الاويل هو مني يكون بالطور السائل انا اسميه اويل تمام بينما البتروليوم البتروليوم لا البتروليوم هو المصطلح الاوسع البتروليوم يشمل لي الحالة السائلة والصليبة شبه الصليبة ليست الصليبة والغازية اذا يشمل لي النفط والغاز والبتروليوم طبعا حجي لطيف راح يكون ويانب برحلتنا راح نكمل اذا هسا عرفنا شنو الفرق بين الكرود اويل وبين البتروليوم عناصر او ابسط عنصر للهيدروكاربون او للبتروليوم احنا راح نقول نفط يعني للسهولة انتم عرفوا شو الفرق بين الاويل وبين البتروليوم ابسط عنصر يعني دره مكون كل ما كان عدد الكاربونات قليل كل ما كان المركب ابسط اذا من عندي كاربونا واحدة تمام منها راح يكون عندي غاز الميثال منيصير عندي كاربوناتين شو راح يكون عندي الايثان ثلاثة البروبان اربع بيوتان وهكذا طبعا للمعلومة انه غاز الطبخ هاي القناني اللي الصبح يدوخنا ويزعجنا وغاز وغاز يتكون من عنصرين او من مجموعة اهني البروبان والبيوتان هذن المركبين هم اللي يكونون بقناني الغاز طبعا يضغطوهم يسوهم سائل حتى نحصل القناني الغاز اللي نستخدمها بالبيت هاي المعلومة شنو عدنا بعد عدنا انو الكرود اويل يختلف من منطقة لمنطقة يعني اكيد حسب بيئة الترسيبية اللي راح نجيلها بعد شوية حسب شنو لاقا من ظروف فالنفط يعني يختلف من منطقة الى اخرى حتى كلون حتى كقوام مرات تلقى لونه جدا يعني غامق جدا يصير كثيف وراء عدنا حتى فيديو هاسا اراويكم ايا ومرات لا يكون خفيف ولونه يعني يميل للاصفر وهكذا اذا يعتمد يعتمد على البيئة اللي نستخرجها من عنده مثل ما قلت لكم مثلا هسا كاركوك يكون مثلا بي نسبة كبريت عالية بينما بالبصرة لا ما يعتمد نسبة كبريت عالية ممكن يكون رمض مثلا يعني واضح اذا هو يعتمد عن المنطقة اللي يترسب بيها واللي يستخرج من عدها النفط بصورة عامة اهم ميزة الى انه هو يكون يعني قابل للاشتعال تمام من يكون قابل للاشتعال اذا هو شنو يكون مصدر من مصادر الطاقة يقول لك هنا source of energy تمام source of energy واخو طبعا اللي يقول لك السستر ماتا اللي هي الناترال غاز الغاز الطبيعي نسمع اليوم انه يحترق ومرات لانصدره وغيرها اذا الغاز الطبيعي والاويل هي مصادر للطاقة ولكن اي نوع من عدها مثل ما تعرفون انه مصادر الطاقة ممكن ان تنقسم قسمين مصادر المتجددة اللي هي هاي هي renewable energy والمصادر الغير متجددة المصادر المتجددة اللي هي مثلا طاقة الرياح يعني الطاقة تكون صديقة للبيئة وممكن انه نعيدها الشمس المياه طاقات المياه اللي مثلا السدود وغيرها البراكين او غيرها وغيرها ولكن الطاقة الغير متجددة اللي هي مثلا مثلا اليوم اذا انا عندي فت نفط وراح احرقها فمن يحترق هذا وانتهي انتهي راح يولد لي بعاثات هاي البعاثات ايضا ضر البيئة تمام مو مثل المصادر المتجددة تكون نظيفة المصادر المتجددة تكون غير نظيفة وما ممكن ان تعاد يعني يوم من ايام تنفذ تخلص ما اقدر اصنعها مثل عندك الفحم النفط الغاز وكذلك النووي البتروليوم وين القى طبعا هو راح يترسب طبقات الارض راح ألقاه وين راح ألقاه طبقات الارض مثل ما تعرفون او مثل ما شايفين انه دائما يرتبط النفط بالحفر اذا اذا احفر خلالها لحد ما اوصل الى النفط مثل ما شوفون هنا النفط راح يصعد وانا اوديه من النفط وانا اوضع واضح واضح زين هاي بالنسبة للنفط زين اما رات اذا شايفين انه تكون مثل العيون او برك نفط او الارض تكون ملونة اوكي قريبا على سطح الارض تكون ملونة بلون اسود هذا شنو يصير طلابنا اهنان بهالحالة يكون اكو تسرب مثل ما تعرفون انه انه فطحت السطح الارض ولازم احفر يا الله احصل لكن مرات اكو زلازل تصير زلازل بسطح الارض صح لو خطأ ومثلا عندي هنا هاي الطبقة البيضة طبقة ضعيفة فاش راح يصير بها تكسر راح يصير الي طريق لانه اخفض راح يصير الي طريق راح يصير السطح الارض اذا بالحضارات القديمة او بالزمن السابق والحد الان من يصير حركات بطبقات الارض ممكن يصير تكسرات يصعد النفط بصورة طبيعية وهنا استغل القدمة مثل ما راح نشوف ولكن الماشي او الطبيعي انه حفرة هاي طريق الحفر وهنا انبوب يدخل للارض وراح يصعد النفط لي فوق بعدين يتوزع تمان سلايد الثاني قبل لا ننتقل شغلة بسيطة انا ما كاتب على مد لا الدخل مثل ما تعرفون انه الكرة الارضية الكرة الارضية التي عايشين عليها تكون مكونة الكرة الارضية مكونة من ثلاث مناطق يعني هاي هاي الكرة الارضية مكونة من ثلاث مناطق المنطقة اللي احنا عايشين عليها والمنطقة يعني نقول الرقيقة يسمونها القشرة القشرة الارضية هاي القشرة الارضية مكونة من ثلاثة انواع من الصخور طبعا هاي القشرة تحتها اكو جبه و اكو الكور كل الارضية هذا الملتهب اللي يشوفونا بالصور ما اللي دخل انا على القشرة الارضية هاي القشرة الأرضية اللي هي تحتوي المحيطات والبحار من نجي المحيطات والبحار طبعا والقارات مكونة من ثلاثة أنواع من الصخور شنو هاي الصخور خلني نسويها بالألوان لا تنساها أبد الصخور النارية اللي يسمونها الاغنياس روك وبعد الصخور المتحولة اوكي اذا صخور النارية وصخور متحولة وكذلك الصخور الرسوبية السيدمنتري روك اذا نارية افو نارية ومتحولة ورسوبية هاي ثلاث أنواع من الصخور راح تشكل لي طبقات طبقات شايف الكيكة يعني هاي الكيكة أم الطبقات مثلا طبقة كاكاو طبقة ثانية تكون فانيلا طبقة ثانية يكون كريمة اوكي فهاي الطبقات هي راح تتجمع يعني بالعصر جيولوجي القديم أنا هنا عندي صور راح تتجمع طبقة على طبقة شوف هنا لاحظها نفس الكيكة بالضبط شوف هنا الألوان تختلف كل طبقة لها نوع معين هاي الطبقات هي المكونة للقشرة الأرضية تمام فلازم تعرف أنه أكو ثلاث أنواع من الطبقات احنا هنا بالعراق وبشكل عام أنه النفط يعني بصورة واسعة يكون بالطبقات السيدمنتري يكون بالطبقات الرسوبية خليها يبالك أنه النفط يكون بياد طبقات عفو النفط يكون بالطبقات السيدمنتري روك اوكي يلا نكمل تكون النفط مثل ما عرفنا أنه أكو هواي نظريات تكون النفط النظرية الأولى يقول لك تكون النفط الحد الآن ما محددينه يعني ما أكو فتشيء أو دليل علمي ملموس أنه يحددلي مية بالمية صح أكو أرجح وكل نظرية إلها أدلتها ولكن بشكل عام أو بشكل قطعي ما عدنا فتشيث بتنه بالضبط ليش لأنا ستقول واحد يسأل يقول ليش يعني هذا التقدم العلمي يعني أصلا النفط هو تحت الأرض يعني وشيء صعب ومتكون بأزمان قديمة جدا يعني مع تكوين الأرض فلذلك صعب أنه نحدد زين يقول نظرتين أساسيتين لتكوين النفط النظرية العضوية والنظرية الغير عضوية إذن النظريات الأساسية لتكوين النفط هي النظرية العضوية والنظرية الغير عضوية طبعا الأقوى هي العضوية أوكي أفضوا طبعا هذا البرنامج الجديد يعني أول مرة جاء أستخدمها فسوري النظرية الأقوى هي النظرية العضوية والنظرية الأضعف هي النظرية الغير عضوية خليني أجي لهن واحدة واحدة بالنسبة للنظرية الغير عضوية شنو يقول لك يقول لك أنه الهايدروجين والكاربون أنه تحدوا مع بعض عن طريق درجة حرارة جدا عالية ودرجة ضغط جدا عالية يعني جدا عالية وتحت الأرض تكونوا بوسط تفاعلات كيميائية إذن قالوا أنه يابا عندي هواي عناصر شوف هنا هذا الملخص ما كاتب لك أن الهايدروجين والكاربون اجتمعوا تحت ضغط عالي درجة حرارة عالية صار أكو تفاعل كيميائي يتكون النفط والغاز يعني هاي النظرية تعتمد أنه أكو عناصر مثل حديد وغيرها راح تتفاعل مع البخار والبخار راح ينتج ما أدخذكم بتفاصيل وراح تتفاعل مع الكاربون وصير مكونات هيدرو كاربونية هاي النظرية فشلت لعدة أسباب أنتم في غنى عنها يعني فشلت النظرية هاي هاي النظرية لو فعلا صحيحة لازم أن العلماء يتبتون أنه يقدرون يساوي النفط يعني بالمختبرات يقدرون يساوي النفط هاي للأسف طبعا للأسف فشل هذا الشيء لأن محا تقدر يساوي نفس مواصفات النفط الموجودة تحصتها الأرض يعني حاولوا العلماء سواوا تفاعلات بس ما أنتجوا نفس الخواص النفط اللي موجودة تحصتها الأرض لذلك هاي النظرية تعتبر نظرية ضعيفة واللي يؤمن بها تقريبا 10% من العلماء أما النظرية القوية فهي النظرية العضوية هاي النظرية العضوية راح على خصها إلك يعني هي النظرية الأقوى تمام؟ النظرية هي النظرية الأقوى شونه يقلك؟ يقلك هي النظرية الأكثر انتشارا اللي 90% من علماء يؤمنون بها النفط والغاز يتكون من بقايا النباتات والحيوانات إذن النفط والغاز تكون من بقايا الحيوانات والنباتات بقايا النباتات راح تتحول إلى فحم والحيوانات وقسم النباتات يتحولون إلى أويل والغاز يعني نفطه غاز четыون تتم هاي العملية يقول بالعصور السابقة هاي الحيوانات راح تموت طبعا اكو احياء مجهرية احياء مجهرية بالمحيط اكو نظرية يعني هاي النظرية ايضا داخلها نظريات متعددة مثلا ناس تقول ابن الديناصرة ناس تقول من الاحياء المجهرية الدقيقة طبعا هذا اللي يميلون العلماء اكثر هسا بيغض النظر انه هي من الدقاء او الكائنات الحية الميتة ليش هي عضوية يعني فاتش هي عضوية مو جاي من تفاعل كيميائي مجرد انه بخارو ضغطو حرارة ضغطو الحرارة موجودات بس شلون ماتت هاي الحيوانات small, merion, organic يعني حيوانات عضوية صغيرة بعد هذه الحيوانات ماتوا هذا الحكي وين يا سادة يا كيرام هذا قبل 300 الى 400 مليون سنة مليون سنة ماضية هذا يسمونه بهذا العصر باليوزك هذا العصر جدا قديم يعني قبل 400 الى 300 مليون سنة تخيل فمو يموتون هذول الحيوانات فاش راح يصير تعرف انه راح يصير اكترسبات راح يعني مع مرور الزمن مثلا هنا يقلك بعد 100 مليون سنة ترسبت ترسبت رمال ترسبت اطيان تعرف انه هاي حركة الارضي يعني حتى هنا سهل السوفي مثلا بالعراق انه المعروف من جنوب العراق خلال البصرة وغيرها كان الخليج العربي اللي مسمى اليوم مات الخليج العربي كان واصل الى اطراف الناصرية او اطراف شمال البصرة ولكن مع الانهار ودجلة والفرات والطمي وصارت اليوم ارض واضح فما بالك قبل 400 مليون سنة مو قبل 1000 او 4000 سنة تمام اذن كلها تقريبا كانت عبارة عن بحار وصار عمليات الطمي والطمي وهكذا الى ان تشكلت هاي الطبقات الحلوة اللي جاي تشوفونها مثل الحلويات طبقات انواع يعني كل طبقة شكلة مثلا اليوم تشكلت رمال بعد كذا كذا الف سنة تشكلت طبقة من غير نوع مثلا طين هالنوب رمال هالنوب طين هالنوب ملح هالنوب وهكذا حسب الظروف وحسب الاعمار والازمان الجيولوجية تكونت عندنا هاي الطبقات مثل ما جاي تشوفونها اذن هنا النفط هنا الحيوانات بقية الحيوانات الخطيئة اللي ماتت وتحللت وصارت نفط وهي حرارة لان تعرفون بعد انه مجموعة الطبقات يعني انت اليوم مجرب نام وخلي فوقك في العشر بطانيات يصعد ضغطك وحرارتك هكذا هو النفط موجود بطبقة معينة يسمونها السورس روك يعني الصخور المصدرية هم راح نجيلها هسة هاي وفوقها طبقات معينة راح يزداد الضغط راح يزداد الحرارة فيتكون عندنا النفط راح ينطبخ ينطبخ ويصير المرتب ويكون عندنا النفط هنا نشوف يقول لك underweight of sediments above يعني يكون وزن جدا عالي وزيادة الضغط ودرجة الحرارة وبغياب الأوكسجين خليلي هاي مهمة انه دائما لازم تكون النفط يكون بغياب الأوكسجين وساندو مدو غيرها يعني رمل وطين وراح يتحول الى المادة الاولية المادة الاولية للنفط هي الكيروجين حفظ لي هذا المصطلح كيروجين هو المادة الاولية للنفط يعني نقول هذا نفط بعد ما مستوي نفط بعد ما مستوي الكيروجين مع زيادة الحرارة والضغط راح يكون عندنا البتروليوم واضح؟ أتمنى يكون هذا الشرح واضح يعني حاولت أسوي بأسهل ما يمكن إذن ممكن نلخصها ماتت حيوانات ونباتات بأزمان جدا قديمة بالمئات ملايين السنية اجت بعدها مطمت نحكيها بالعراقي مطمت بمجموعة من الطبقات هاي الطبقات بدأت تعلة 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 زاد الضغط وزاد الدرجة الحرارة صار أكو وزن على هاي العضوية اتحول لي الى كيروجين قلنا اللي هو النفط بعدها ما مطبوخ ما مستوي مني يستوي صير نفط وغاز نحفر ونستخرج هاي وهو ملخص شوف لاحظ هاي الصورة جدا عجبتني لطيفة يقول لك انه الديناسور من يموت انا راح استخرج من عند البازين وحصل فلوس كلاش لطيفة هاي الصورة ومعبرة هذا فد مخطط بسيط يلخص لي الكلام اللي يلتمس بقايا هذا هو بقايا نباتات بقايا عيوانات راح تتجمع بال يعني بقاع المحيطات مثل ما قلنا هالنوب راح تندفن بكيلومتر معين يعني بكيلومترات من الطبقات مثل ما قلنا راح يستمر هذا الدفن راح يصير عندي ضغط بالوزن جدا عالي هاي برجر يعني برجر عالي temperature عالي حرارة عالي وضغط عالي دائما ننفذ الغاز وكل موات ترتبط بالضغط والحرارة تفعل الضغط والحرارة بغياب الأوكسجين بغياب الأوكسجين هاي بالتكون بالتكون بعدين ممكن يصير بأوكسجين شون يصير من يمشي من يعني من يمشي بالطبقات ممكن انه يديب بأوكسجين ولكن بالتكون قبل 400 مليون سنة ، سيصبح كيروجين و يذهب للسورتس روك إذن الكيروجين هو المادة الأساسية ، إذن تكونه المفروض أنه لا يوجد أكسجين الآن نرى ما هي أساسيات النفط ، أو أساسيات يوصل النفط للمنطقة التي سنفر بها بالبداية ، هناك مصطلح السورتس روك ، يعني الصخور المصدرية ، ما تعرف هذه الصخور المصدرية ؟ هي الصخور التي تكون غنية بالهايدروكاربون ، ومتفونة تحت عمق كافي ، وديها درجة حرارة عالية النفط سينطبخ بها ، إذن هي مطبخ النفط ، السورتس روك هي مطبخ النفط ماذا مطبخ النفط ؟ المكان الذي يصنع به النفط ، قلنا نحن الكيروجين هو نفط مامسة ، فأين ينطبخ ؟ ينطبخ بالسورتس روك بعد أن ينطبخ بالسورتس روك ، أين سيذهب ؟ تعرفون أنه مثلا الرمال ، الرمال ، مصطلح حمالاته ، الرمال ، يعني مكونة من دقائق ، وهاي الدقائق ستكون بيناتها فراغات ، هاي الفراغات نسميها المسامية ، يعني مسام ، فراغ ما هي السفنجة ؟ هاي يسمونها المسامية ، فالنفط هو ما راح يكون ؟ راح يكون بين المسامات طبعاً أكو شغلة حلوة أنه دائماً نسمع أنه العراق يصفو على بحر من النفط ، يعني بحر أنت تتخيل أنه أكو شغل البحر مالي الماي ، وهذا هو نفط ، لا ، مو هاتش الشغلة ، الشغلة أنه العراق أوكي هو يبي نفط ، ولكن النفط ممكن بشكل بحر يجري ، لا بالعكس ، يكون داخل الصخور يعني ، سنت اليوم ، جيب لك حجر رملي يعني ، يتفتفت ، راح يشوف أنه الداخل أكو فراغات جداً صغيرة ، بهاي الفراغات هو يكون نقطة ، ولكن تحت الأرض يعني مساحات واسعة ، وفحات الفكرة ، مو بحر ويطفو ، لا ، وإنما يكون داخل المسامات ، إذن أكو لازم ، الشرط الثاني ، على مود النفط يوصل للمنطقة اللي إحنا نريدها ، أو يتكون صحيح ، بعد المطبخ ، أكو صخور ، شنو راح يساو ، تحتوي لازم ، تحتوي على البوروسيتي ، تحتوي على المسامية ، إضافة للمسامية ، تحتوي على شيء اسم النفاذية ، يعني شلون ، دعني أمثل لكم إياه ، أنت اليوم ، بغرفة ، نعتبر أن الغرفة هي عبارة عن مسامة ، فراغ ، أنت وأصدقائك ، إذا كنت في هذه الغرفة ، وما بها باب هذه الغرفة ، يعني خلوك مثلاً ، وسدقوا الباب ، راح تكون محبوس ما راح تقدر تطلع ، صح لو خطأ ، ما راح تقدر تطلع ، يعني أنت موجود بغرفة ، وفقط بها باب ، وهذا الباب نستت ، فما راح تقدر تتنقل ، راح تصبح حركتك فقط في هذه الغرفة ، هذه المسامية ، إذا فتحنا الباب ، هنا راح تصير نفاذية ، يعني أنه أنت تقدر تتحرك ، تخرج من هذه الغرفة ، إذن ، الشرط الأساسي ، أو الشرطة الأساسية ، في المكمن النفطي ، الآن وصلنا للمكمن ، عوفك من السورسروك ، وصلنا للمكمن ، يعني بعد السورسروك ، النفط راح ينتقل خلال هذه المسامية وخلال النفاذية ، يعني بالمسامية هو موجود ، وهالنوب النفاذية تجعله يتحرك ، يصير حر الحركة ، راح يصعد من السورسروك ، ويوصل إلى مناطق بها بوروسيتي و بيرمابوليتي ، إذن ، شروط الأساسية للصخور ، اللي يكون النفط بها موجود هي المسامية والنفاذ ، ومثلت لك ، المسامية هي الخزن ما للنفاذ ، والنفاذية أن تسمح له يتحرك ، أو ما تسمح له يتحرك ، تمام ، هذه خلصنا بها ، الثالث ، الشرط الثالث ، على موجود يكون أكو نفاذ ، لازم أكو كابروك ، شنو الكابروك يا حبيبي ، الكابروك يعني قبعة أو مرات يسمونها البطانية ، زين ، يعني هاي شنو ، هاي البطانية ، يعني النفاذ ، ظل ، ظل ، ظل ، بالبوروسيتي و بيرمابولتي ، يعني بين المسامية والنفاذية ، يصعد ، إذا ، الصخور كلها تحتوي مسامية ونفاذية ، هذا راح يوصل للسطح ويخلص ، يعني كلها راح يصعد فوق ، وهذه انتهت العملية ، لا ، أكو صخور غير نفاذة ، يعني صخور ما يقدر يتحرك من هالنفوط ، راح تلزبها هاللزمة ، هاي يسميها الصخور هي هي الكابروك ، هاي الصخور الكابروك ، هاي هي اللي راح تمنعني أنه النفط يطلع للسطح ، مرات إلا إذا صار بها كسر ، إلا إذا صارت مثلاً هزة أرضية وانكسرت هاي الكابروك ، انكسرت هاي البطانية راح يصعد إلى فوق السطح ، ولكن ما دام هي موجودة هي راح تخزن للنفط ، راح تخزن النفوط ، زين النفوط راح يمني يتجمع مثل ما تعرفون هاي الكيكة ، حفظوها ، هذا شكل للتكون النفوط ، يعني هناك مثلاً مسامة شبيرة ، مثل ما تعرفون ، حسب فرر فرق الكثافات ، الغاز راح يتكون فوق ، يعني الأقرب هناك الكابروك ، هاي الصفرة كابروك ، نقول هناك حجزته ، ما خلتها يتحرك إذن البرتقالي هو الغاز لأن كثافته جداً قليلة ، والجو من عنده شنو يكون نفط ، نفط اللي كثافته أقل من كثافة الماء ، يعني كثافة الماء مثلاً 1 جرام على سنتيمتر مكعب ، كثافة النفط هي 0.7 أو 0.8 أو 0.9 حسب إذا كان خفيف أو ثقيل ، إذن هنا راح يتكون عندي القبة اللي دائما نشوفها بكل الرسومات اللي هي ووتر ، أويل ، غاز ، بهذا الترتيب حسب فرقة الكثافات ، لأن كما تعرفون الكثافة الأقل تطفو ، الكثافة الأقل تكون بالأسفل ، إذن تكون عندي النفط ، دعني نفط ملخص عن هذه الثلاث شغلات اللي قمنا بها ، حسناً ، مثل ما تلاحظون ، سأحجيها بشكل أسرع ، تتبه إياه ، دعني نغير اللون ، نحن باللون الأحمر إذن ، قلنا بالبداية لازم أكو مطبخ للنفط اللي هي هاي السورس ، سورس روك ، مطبخ النفط بها كاروجين ، هنا راح يتكون النفط ، النفط راح يصير لهجرة راح يتحرك ، يتحرك من خلال شنو قلنا من خلال النفاذية والمسامية ، راح يتحرك يصعد ، يصعد وين إلى هاي الصخور الصفراء اللي يسمونها ريزروار روك ، المكامن ، هذا المكامن اللي هو لازم بي شنو قلنا بي مسامية و بي نفاذية ، هنا النفط راح حلو ، يتجمى هنا ويصير حر الحركة ، يتحرك دائما طبعا للأعلى ، حسب فرق الكثافات ، وحسب النفوقة ، ضغط ، فراح يصعد الأعلى ، هو نتيجة سائل ، وما يحتوي بس نفط قلنا بي ماء ونفط وغاز ، زين ، بعد هذا ما يظل طول عمره يعني شلون بالله ، يوصل للسطح ؟ لا ، أكوف الشغلة ، هنا نشوف راح يواجه الكاب روك ، أو السير ، يعني البطانية ، هاي راح هاي راح تحجزه أو تحده ، ما تخليه يصعد فوق ، واضحة ، شوفوا هنا هاي اللون هاي ، يعني غير نفاذة ، هنا الرسم يوضح لك أكثر ، يقول لك شوفوا هنا البوروسيتي ، يعني أكو خزن ، أكو نفط ، بس هنا راح الباب مزدود ، ماكو نفاذية ، ما راح يتحرك ، إذن نحبس النفط هنا ، وهنا بالعكس راح يصعد فوق ، هذا المخطط الجو السهمي ، سورس روك ، يعني سخول مزرية تكون النفط ، درجة حرارة عالية وضغط عالي ، انتقل ، هاجر النفط من خلال البوروسيتي ، النفاذية والمشامية و حتى الكسور ، و سيصل لالريزرفار ، التي قلنا هي هي ، التي تملك كل المواصفات بها ، و لازم شنو بها فوق ، لازم بها كاب روك ، على موديوم نعليا من الوصول للسطح ، أتمنى تكون تكون النفط وهجرته ، يعني انتقاله وشلون صار وشون وصل لهاي المكامل تكون واضحة وليش ما يصعد دائما وليش مرات يصعد مرات يصعد مرات يصعد قلنا مني يصير اكو تكسرات تمام هسا نجي الى الخواص مال النفط شنو خواص النفط هسا عرفنا شون تكون النفط وصعد وهذا هو هسا النفط جاهز بس تعال وحفر قبل لا نحفر خلي نتعرف شوي عن خواص النفط يقول الاهم خاص يقول لك انه هو الخواص مالته جدا واسعة تمام يعني يعتمد مثل ما قلنا مثلا احنا انه على منطقته وعلى الشغلات اللي بيه فخواصة جدا واسعة حسب الظروف اللي تكون بيها حسب المادة اللي تكون بيها مثلا يعني مثلا نوع الحيوان اللي مات وتكون منه او نوع النبات اللي مات وتكون من عنده وهيش الظروف مثلا تكون بالعراق غير تكون بأمريكا وبنفس العراق تكون بكاركوك وتكون بالبصرة حسب فيختلف تمام فتختلف الصفات الفيزيائية والكيميائية الى لكنها مثلا غرب تكساس يختلف عن عمان وقلنا هذا الشيء وهذا الشيء يحدث سعره زيان خلنا نأتي الى مصطلح أريدك تتعرف عليه وتكون يعني ويافه مليار وهو مصطلح يسمونه الاي بي اي 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 بي اي هذا حفظه هذا الشغلة عالمية يعني اليوم انه اسعار النفط هو هذا اللي يتحكم بيها هذا الثلاث احرف الاي بي اي طبعا يقصد هذا المعادلة او هي معهد النفط الامريكي هذا معهد النفط الامريكي هو اللي حدد هاي المعادلة اللي راح من خلالها نعرف انه النفط هل هو زيان اشتري غالي او اشتري رخيص هذا شنو هاي عبارة عن معادلة تكون نعرف انه خواص النفط من خلاله شلون طبعا شوف هذا النفط سوري نرجع الى خواص النفط قلنا نلاحظ هنا النفط شلون تقيني هنا واو زيان نجي الى اي بي اي هي عبارة عن معادلة راح تكون راح تراويني شنو هي خصائص النفط من خلالها انا اقدر اتنبأ بخصائص النفط شنو هاي معادلة تقول مية واحد واربعين ناقص مية واحد وثلاثين على الكثافة النوعية كثافة النوعية اللي هذا النفط اشقد طبعا الكثافة اكو مقاييس كثافة عدة للنفط هاي الكثافة مثلا اليوم راح اجيب لي عينة عينة من النفط اقيس كثافتها اقسمها على كثافة الماء تعرفون كثافة النوعية ما اخذينها هي كثافة المادة الى كثافة الماء هاي السوائل وادخلها في هاي المعادلة راح يطلع لي رقم راح يطلع لي رقم خلي ببالك الاي بي اي كل ما كان عالي كان هذا النفط يعني يكون خفيف ويكون ذو سعر اغلى اذا هاي جوز يعني اذا اكو كوز يعني احجيبه مية بالمية الاي بي اي يفضل انه يكون عالي كل ما كان الاي بي اي عالي كان النفط سعره غالي يلا هذا سجع بالعربي او سجع كل ما كان النفط عالي او كل ما كان الاي بي اي عالي كان سعر النفط غالي تمام إذن اتفقنا إذن النفط خصائصة عني من اعتمدت اعتمدت على الكثافة وهذا ما دام على الكثافة إذن تعرفوا كلما زادت كثافة السائل ستزيد لزوجته من هو اللزوجة؟ من هو اللزوجته أعلى؟ اللزوجة هي تعلق بالحركة هي مقاومة السائل للحركة يعني يجرب اليوم وضع لك عسل وفرغة وضع لك ما سوف الماء بسرعة ينزل أنا أريدها من أريدها استخرجها من الصخور؟ أريدها خفيف؟ أريدها لزوجته قليلة أو عالية؟ متأكيد أريدها قليلة قليلة بسرعة يأتي لي إذن فالنفط حسب لزوجته يقسم إلى نفط خفيف وهو السعر أغلى ومطلوب بالسوق كلما كان النفط خفيف يعني الـ API مالته عالي أشقد الـ API العالي مالته اللي هي من 31 إلى 39 هذا نفط مرتب حتى لونه يختلف يعني حتى لونه يكون خفيف وأستخدمه بهواء مجالات وهو الأريدة النفط المتوسط الميديم يعني نفط نص ونص يكون من 31 إلى 22 API أما النفط الثقيل وهو تكون لونه أسود وتكون لزوجة عالية وبيه مركبات ثقيلة هو ثقيل يعني حتى ثقيل بالمكمن حلو؟ إذن أول تقسيم الخواص النفط هو حسب الـ API حسب اللزوجة والكثافة حتى بالمكمن من يصير عمليات فصل حسب الكثافة إنه الأخف يكون فوق يعني ببداية غاس أخف كل شيء خفيف كل شيء هالنوب نفط سائل بس كثافتة قليلة هالنوب كثافتة شوية أعلى هالنوب كل شيء آريا هالنوب ماء هل رأيت كثافة؟ يعني فالنفط من تتعرف عليه صديق راح تحبه يعني إنه خواصة وشغلة كل شيء حلو ومرتب إذن هلسى هذا أول تقسيم النفط هو حسب الـ Light والـ Medium والـ Heavy وقلنا كلما كانت الـ API عالية هذا الشيء يفيدني يعني مثلا أنا عندي نفط أبو مثلا مثلا 45 API ماء كل شيء عالية هذا نفط ينشرب لا نشرب يعني رائع دعي أراويكم فيديو تمام؟ هذا الفيديو سأعلمنا أنه الفرق بين كثافات نفط نفط نحن نقوم بالفيديو وينه 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 هنا أنا نزلها لكم API Gravity for different cities شوف ماذا عندي؟ هنا عندي دعي يفتر أنا أريد أن نقرأ وعيدة أه هنا عندي Light Oil API لاحظ هذا اللون مثل اللون الشاي الفاتح Light Oil يعني نفط خفيف شوف API Malta 45 بينما ثاني Medium Oil API Malta 24 بينما اللون الأسود الداكن شقد API Malta API Malta 12 ها يدخل من قرات شوف تحرك الكرات بالنسبة للأنواع المختلفة على كيف تحركة الكرات تحركة الكرات أوه لاحظ 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 أنه بنفط 45 الكرة تكون جدا سريعة ليش يعني أنه هو نفط قليل نفط خفيف كثافتها قليلة لزوجة هي ما راح يقوم حركة الطوبة فالطوبة راح تمشي به جدا سريعة شوف وصلت وصلت المتسابقة اللي وين؟ بالنفط الخفيف بينما النفط الميديوم اللي لونه شوي يعني داكن أكثر كثافتها تكون أكثر لزوجة تكون أكثر مقاومته لحركة الطوبة تكون أكثر فراح توصل الطوبة ثاني شيء بينما النفط الثقيل أولي شوف وصلتاتات وبعدها بالنفط الثقيل بعدها النفط الثقيل يعني شوف حتى لونه أسود غامق جدا يعني وكثافتها جدا يكون كثيف شوف فراح تتأخر الطوبة اليوم ما خلصوها بعد ما وصلت للنفط الثقيل أبلوف معاش اي بي اي أتمنى حلو هذا الفيديو يفيدكم ما دامنا بالفيديوهات دعني أراويكم فيديو ثاني هذا الفيديو طبعا أنا مصورة يعني هذا الفيديو تصويري هذا الفيديو يعني احنا كنا بسفرة علمية إلى أحد الحقول طبعا هذا الحقل هو حقل الزبير شوف لاحظوا النفط هذا النفط تقريبا 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 هذا مكمل ما علينا هل نرجع للشرح اذا عرفنا انه النفط ممكن انه يتقسم حسب لزوجته وحسب كثافته حسب ال اي بي اي مالته رجان انتبه لي عن ال اي بي اي زيانبعد شو يؤثر على ال اي بي اي و يقلل من جودة النفط ها 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 اللي يقلل بعد من جودة النفط هي وجود الكبريت اذا الكبريت نسبته عالية النفط نسميه مر لا تخيل تقسيم مرة حسب الزوجة والكثافة حسب ال اي بي اي و مرة حسب وجود الكبريت المحتوى الكبريتي لماذا يؤذيني اذا الكبريت موجود عندي بنسبة عالية رح يؤذيني بعمليات الفصل ما انا الكبريت انا اريد نفط يعني بالمصافي من اريد اكرر النفط و اريد استخرج منه مركبات رح يؤذيني الكبريت يعني رح يسوي لي مثلا تآكل بالمعدات رح يحتاج الى فلوس اكثر على مود افصلة افصلة عن النفط لذلك الكبريت فيه مشاكل لذلك انا ابحث عن النفط الحلو النفط السويت اللي ما بيه اي كبريت نفط السويت ما بيه اي كبريت النفط المر بيه كبريت عالية شوف لاحظي هنا اهميا ال اي بي اي شوف الثقيلة جد لونه غامق وشون يتدرج ال اي بي اي 45 صرفاتح هذا ال 60 و انا حصله طبعا على حسب هاي التدرجة تدرجات ال اي بي اي سوى لرفرنس كرود ايل يعني انباع النفط حسب راح خلص راح خلص راح خلص راح خلص راح خلص راح خلص نفط برينت نفط دبي عمان نفط غرب تيكساس ما راح ادخلكم بتفاصيل ولكن يعني حسب ال اي بي اي قسمة نفوط العالم كله على الاساس طبعا احنا نبيع بدبي عمان واخو بصرة خفيفة وطلع اشكال الوان بها الفيديو شفنا قبل شوية نجي عن ملخص تاريخي راح نخلص شرح ان شاء الله اتمنى ما اتعبته واتمنى اكون خفيفة وظل عليكم الملخص التاريخي طبعا اول او اقدم دليل على استخدام النفط بالاثار الجيولوجية وين موجود؟ موجود بمدينة هيت العراقية مدينة هيت اللي تقع بغرب العراق في محافظة الانبار يعني الرمادي هاي المدينة يعني اقدم دليل اثري انو لقوا بها ان النفط موجود وهذا النفط يوصل حسب او يوصل بسبب التكسرات اللي موجودة طبعا النفط الثقيل اللي هو الجير او القار نسميه احنا هذا الحد هاي الايام هو موجود بمدينة هيت العراقية على شكل يعني عيون طبعا هذا القار يعني ومو نفط خفيف هو راح يصير ثقيل هذا القار يستخدمونه تبليط بالبناء وغيرها طبعا اشوف حتى تقارير ماخده من قناة الشرقية أنا العيون القيرية في مدينة هيت نحني اذا هاي اول شيء وين اللي قناب هيت قبل ستالاف سنة تخيل اسفلتو هاي النفط الثقيل يعني اللي يكون لزج وكثافة عالية وما استخدمها أنا بالسيارات وغيرها واضحة؟ اذا هاي اول دليل وين؟ مدينة هيت العراقية ببابل قبل اربعة الاف سنة البتيومين اللي هو نوع من انواع النفط الثقيل همين كانوا يستخدمونه وين؟ بتعبيد الطرق لاحظ هاي الممشى الملكي ببابل لحد الان الآثار موجودة لحد الان الآثار استخدام هذا القير موجودة بعد من اهم دلائل انه النفط يترسب مرات من الكابروك يعني البطانية نفط اللي تخليه بمكانه من يصير به تكسرات ويصعد الى السطح وصل للقدماء هنا به تساوه ببابل اما بكاركوك لا زال النفط او الغاز اللي هي الشعلة او الشعلة الابدية في مدينة كاركوك معروفة هاي طبعا من زمن الخمسمية وخمسين قبل الميلاد لحد الان هي مشتعلة وبحق البابا كاركوك طبعا الناس يعني بزمن الآشرين كانوا يقولون انه هي هاي البوابة للجحيم والناس تتبرك بيها سابقا يعني بالعصور السابقة يعني هي في شيء جدا غريب لحد الان مشتعل شكرا لكم شكرا للمتابعتكم يا ربي اكون المحاضرة خفيفة عليكم وان شاء الله نكملها بالايام القادمة شكرا لكم وفي امان الله وحفظه متابعين منصة انجاح على هاي المبادرة الحلوة